موسيقى قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت ستة مستودعات دخيرة أوكرانية في دونيتسيك وفي منطقة ميكولهايف من جانبها أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن صواريخ كروز روسية استهدفت قاعدة عسكرية قرب كييف ما أدى إلى تدميرها جزئيا وقال المسؤول العسكري إن مبنى في القاعدة دمر وأصيب اثنان آخران بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أحد الصواريخ رغم دخول الأزمة الأوكرانية الروسية شهر السادس إلا أن المؤشرات لا تلوح بوجود حل سياسي من كل الطرفين أو حتى من حلف شمال الأطلسي الذي يدعم كييف فالأزمة الأوكرانية الروسية التي تسببت في تباطئ النمو وزيادة سرعة التضخم في جميع دول العالم وأوقفت تصدير القمح الأوكراني والروسي وقعلت موسكو توقف تصدير الغاز لأوروبا قعلت الجميع يتابع سياسة الأمر الواقع والبحث عن حلول بدلة فبداية من كييف فقد أعلن الرئيس الأوكراني زلينسكي أن بلاده ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن تلك الصادرات لن تسمح بزيادة العملات الأجنبية فقط بل ستساعد أيضا الشركاء الأوروبيين على مقاومة الضغط الذي تمارسه روسيا على صعيد الطاقة أما وزير الخارجية الأمريكية أنتورين بلينكين فقد ألقى بالمسؤولية عما يمر به العالم من أزمات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكد أن الأزمة التي دخل الشهر السادس تسببت في أزمات غذاء عالمية وأكد بلينكين أن أوكرانيا لم ولن يتم احتلالها وستبقى دولة ذات سيادة ومستقلة ميدانيا قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا يكتسب قوة في مدينة خرسون الواقعة جنوب البلاد وتسيطر عليها روسيا وفي إقليم دونتسيك قال موالون لروسيا إن أربعة مدنيين قتلوا في قصف أوكراني وأصيب أحد عشر آخرون بجروح عواقب العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا لم تقتصر على مجرد اهتزاز الأوضاع بالفعل في هذين البلدين وحسب لكنها طالت المنطقة والعالم بأسره كما أنها تشير إلى أهمية وجود شبكة أمن عالمية ووضع ترتيبات إقليمية لوقاية الاقتصادات من الصدمات قال حاكم مدينة كروبي فيناتسكي الأوكرانية أندريا رايكوفيتش إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة وعشرون آخرون في هجوم صاروخي روسي على مدرسة للطيران في المدينة وأضفها رايكوفيتش في إفادة صحفية أن ساروخين أصابح ظائر طائرات في أكاديمية جامعة الوطنية للطيران بالمدينة مشيرا إلى وقوع خسائر مدية من بينها طائرتان مدنيتان وطائرة شحن عسكرية من طراز إي إن 22 دعت الحكومة الأوكرانية المدنيين لمغادرة إقليم دونباس فورا بعد تحقيق الجيش الروسي تقدما في بعض الجبهات يأتي ذلك فيما دعت حكومة منطقة دوناتسك روسيا إلى توسيع الهجوم ليشمل مدنا تغطي جميع أنحاء أوكرانيا تقريبا في حين تركزت العمليات العسكرية الجارية على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الجنوب أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي إيغور أوسيبوف سيطرة بلاده على بحر أزوف والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وأوضح أوسيبوف أن سفن وطائرات أسطول البحر الأسود تقوم بتوجيه ضربات على أهداف معادية بالغة الأهمية كما تشارك الوحدات القتالية التابعة لهذا الأسطول في العمليات الهجومية البرية للجيش الروسي قال رئيس الأوكراني فلادمار زلنانسكي أن بلاده ستصدر مزيدا أو ستصدر مزيدا من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي وخلال كلمة له بمناسبة يوم الدولة القومية تعهد زلنانسكي بمواصلة القتال ضد الوجود الروسي في بلاده مؤكدا أن الأوكرانيين يقاتلون يوما بعد يوم حتى يفهم العالم أن أوكرانيا بلد حر مستقل ذو سيادة غير قابل للتجزئة يمكنكم أن تقولوا ذلك لنا كل يوم هو يوم دولة قومية الأوكرانيون يقاتلون كل يوم حتى يبرك العالم أجمع أن بلدهم ليست مقاطعة روسية ولكنها دولة حرة مستقلة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة دعا المستشار النمسوي كارل نيهامر إلى الضغط الدولي بقوة على روسيا لوقف القتال في أوكرانيا لافتا إلى أهمية التضامن الأوروبي في هذه الأزمة الراهنة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية وخلال مؤتمر صحفي انعقده مع رئيس الوزراء المجاري فيكتور أوربن قال نيهامر إن العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ بسرعة المأمولة ندعو إلى الضغط بقوة على روسيا لوقف القتال في أوكرانيا ونشدد على أهمية التضامن الأوروبي في هذه الأزمة غير المسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية ونرى أن العقوبات لا تدخل حيز التنفيذ بالسرعة المأمولة وبالتوازي مع ذلك نسعى في أوروبا لمنع الاضطرابات الاجتماعية وزعزعة الاستقرار بسبب ارتفاع معدلات البطالة أكد رئيس الوزراء المجاري فيكتور أوربن عدم رقبتي بأن تصبح المجر دولة مهاجرين وأشدت أوربن على تمسكه الدائم بهذا الرأي مؤكدا أنه ليس قائما على أساس بايولوجي لأن القضية ليست عرقية بالنسبة لبلاده لا أريد أن تصبح المجر دولة مهاجرين ولا أريد أن تتزايد معدلات الهجرة في بلادي لطالما تمسكت بهذا الرأي وسأستمر في ذلك وهذا ليس قائما على أساس بايولوجي لأن القضية ليست عرقية بالنسبة لنا هذه مسألة ثقافة لأنه وببساطة يجب الحفاظ على حضارتنا كما هي الآن أكدت وزارة الخارجية الروسية أن بلادها والولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى أي نتيجة ملموسة بشأن تبادل محتمل لمواطن البلدين المحتجزين أو المعتقلين وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارهوفا أن الرئيسين الروسي والأمريكي ناقشا احتمال تبادل المواطنين الروس والأمريكيين المحتجزين في أراضي البلدين وأعطوا تعليمات للمؤسسات المختصة لإجراء مفاوضات مؤكدة ضرورة أن تأخذ مصالح الطرفين في الاعتبار أثناء عملية التفاوض تساهم الولايات المتحدة بـ 500 مليون دولار من أموال المنحين في استجابة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحرب على أوكرانيا وبذلك تؤكد الولايات المتحدة التزامها القوي بدعم أوكرانيا من خلال إطار عمل للبنك الدولي للقدرة على الصمود وسبل العيش اشتركوا في القناة